موسيقى طفولة بلا زوابع من أول يوم وحتى مشارف المراحقة تأليف حنان حسين عواد اهداء في كل كتاب أقرأه تقريبا يهدي المؤلف أو المؤلفة الكتاب لأسرته أو لأصدقائه أو لبعض المشاهير الذين أثنوا على أعمالهم لكنني لم أرى كتابا أهدي للقارئ من قبل لذلك فإنني أهدي هذا الكتاب لكل أب وكل أم اطلع على هذا الكتاب في محاولة منهما لمعرفة ما يجب معرفته لتربية أبناء وبنات أسوياء ناجحين وسعداء أنا لا أعرفك ولكنني أعرف ماذا حرصك على سعادة أسرتك وسعدتك كما أنني أعرف أنك حائر وأنك حائرة مثلما كنت أنا نفسي حائرة لذا كتبت هذا الكتاب الذي تمنيت أن أقرأه حين كنت أما جديدة ما قبل البداية أهلا بكم في رحلتي لتربية هذه الكائنات الرقيقة التي أهدانا إياها الخالق الأعظم وأنا سعيدة للغاية لأنك قررت أن تقرأ كتابي فهذا في حد ذاته تأكيد على رغبتك في إيجاد أجوبة لبعض الأسئلة التي تراودك حول دورك كأب أو كأم أنا كأي أم لم يولد أولادي ومعهم كتالوج يعلمني كيف أتعامل معهم ولم أدخل إلى عالم الأمومة وفي جعبتي صندوق الأدوات والحيل المتنوعة التي أحتاجها في ترويد هذه الشخصيات ولكنني شعرت فجأة أنني قد أصبحت أما بالرغم من أن هذا سبقه شهور الحمل التي ربما قد تكون قد هيأتني قليلا لهذه المرحلة لكنني رغم كل الكتب التي قرأتها والمناقشات التي انخرطت فيها مع أمهات من جميع الأعمار ومختلف الخلفيات الاجتماعية والتعليمية كنت مشوشة وأفكاري غير متناسقة تماما ولم يكن لدي حينها بصلة تمكنني من معرفة اتجاهي أو تحديد أولوياتي وفي عمر السادسة والعشرين كنت أكافح في العديد من الجبهات حياة المهنية ودراسة العلمية وحياة الزوجية وقائمة طويلة من توقعات الآخرين منذ بداية رحلتنا معا قررت أنا وزوجي أن يكون دورنا الأساسي في تربية أطفالنا هو حبهم حبا غير مشروط وأن نعينهم على فهم أنفسهم واستكشاف مهاراتهم وقدراتهم وأثناء محاولاتنا لأداء هذا الدور الذي اخترناه وجدنا أنفسنا بحاجة إلى أن نفهم أطفالنا وأن نتقبلهم كما هم وأن نبني علاقات قوية معهم دون أن نحاول تشكيل شخصياتهم حسب أهوائنا الشخصية لا أزعم أن ذلك كان سهلا فلازلت أتذكر ليال باكية يملأها إحساس رهيب بالفشل والعجز عن خلق توازن في حياتنا والفشل في مساعدة ابناي على تحقيق ما يطمحان إليه وكنت دائما أسأل نفسي هل ولدي لديهما القدرة والمهارة لمواجهة العالم المتوحش الذي ينتظرهما وكنت أيضا أتساءل كيف أقدم لهما كل ما يحتاجانه وأكرس لهما حياتي دون أن أشعر بمرارة التضحية يقول كارلي يونج العالم السيكولوجي العظيم لا شيء له تأثير نفسي على بيئة الأطفال أكثر من والدين لم يعيش حياتهما يقدم يونج هنا ملاحظة بارعة وهي أن الوالدين الذين لم يعيش حياتهما لأقصى مدى لهما تأثير سلبي على صحة أطفالهم النفسية ولنتخيل كم الإحباط الذي يشعر به أب يعتقد أنه ضحى بأحلامه كي يعين أسرته أو حنق أم اضطرت لترك عملها الذي تحبه لترعى طفلها ويستشعر أطفالنا ذلك الإحباط وهذا الحنق الكثيرون منا يقدمون على تكوين أسرة وإنجاب أطفال دون التفكير في السمن الواجب عليهم دفعه لذلك فإنني أرفض فكرة التضحية وأرحب بمبدأ القرار المبني على ترتيب الأولويات وقد جاءتني رسائل كثيرة من بعض المتابعين والمتابعات في وسائل التواصل الاجتماعي يشكون لي فيها إحساسهم باليأس والإحباط فبعضهن أخذنا قرارا بترك العمل أو الدراسة لرعاية الأبناء وبعض الآباء قد رفضوا فرصا مهنية عظيمة وبعد شهور أو سنين وجدنا هؤلاء الأمهات أنفسهن معزولات عن المجتمع لا قيمة لهن أو وجد الأب نفسه محل أكسر في السلم الوظيفي وسوق العمل ولكنني لا أوافق على هذه المواقف وهذا ما سأناقشه بإسهاب في مواضع من الكتاب كنت دائما ما أخاف من تلك الزوابع التي تأتي من آن لآخر لتزلزل عالم أسرتي الصغيرة إلى أن أدركت أن هذه الزوابع هي منهاج حياة في بعض الأسر ولا أزعم أبدا أن حياتنا الأسرية كانت مليئة بالمرود والأضواء المتلألئة والوسائد الوثيرة طوال الوقت بل كنا أحيانا نملأ البيت صراخا وبكاء حتى يتمنى كل منا لو كان في استطاعته الفكاك هربا من هذه الزوابع ولكن هذه الزوابع كانت معدودة ودائما ما كان يصاحبها حيود شديد عما رسمناه أنا وزوجي من خطط التعامل مع بعضنا البعض ومع أبنائنا وهذه الخطط الجامدة لم تصلح أن نهتدي بها ونحن نبحر من مرحلة لأخرى فوجدنا أنفسنا في حالة تفكير وقلق وتخطيط ثم تعديل للخطط وهذا ما سأناقشه في الكتاب أيضا أنا كأم لشابين رائعيني تعلمت أن دورنا الرئيسي كأمهات وآباء هو أن نحاول تحقيق بعض التوازن بين ما نتوقعه من أبنائنا وبين سماتهم الشخصية التي لا ولن نستطيع تغييرها وأن نسلحهم بالمعرفة التي تعينهم على سقل مهاراتهم ودورنا لا ينبغي أن يشمل حل جميع مشاكلهم نيابة عنهم أو أن نسير في طريق عليهم هم أن يسيروا فيه بأنفسهم فقط علينا أن نسلحهم بالثقة والقدرة على تحديد الأهداف والاتجاه الأفضل لهم في رحلتهم في هذه الحياة وقد جاءتني الفرصة لاختبار صحة معتقداتي فيما يخص تربية أبنائنا عندما كنت أحاضر في الجامعة خاصة لطلبة السنة الأولى فجعلتني تعاملاتي مع هؤلاء المراهقين من مختلف الخلفيات العرقية والخلفيات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية أن ألاحظ تأثير التربية على تطور شخصيات تلامذتي وقدرتهم على مواجهة التحديات بعيدا عن دعم آبائهم المعتاد وها أنا الآن وإبني على عتبات مرحلة المراهقة خارجين منها نحو العالم الكبير أجد في جعبتي الكثير والكثير من التجارب والدروس التي تعلمتها من أخطائي والتي ضمنتها في هذا الكتاب في كتابي هذا لا أزعم أنني متخصصة في علم نفس الطفولة أو علم نفس المراهقين لكنني أركز على تجربتي كأم وعلى ما تعلمته من خلال القراءة والبحث ومن خلال تجربتي الشخصية أيضا كما أنني أركز على تلك المفاهيم العامة التي يمكن أن تسري على أطفالنا من الجنسين وأيضا لا أزعم أنني على دراية بإدارة أسرة كبيرة العدد لكنني قد خصصت فصلا من الكتاب للأسر التي تحتوي على عدد من الأبناء أو أسرة لها ظروف اقتصادية محدودة لكنني تناولت كيف نربي أطفالا لهم ذكاء مالي وحصافة في فهم أساسيات الإدارة المالية الشخصية وركزت على الطبقة المتوسطة التي ينتمي لها العديد من القراء أنا لست طبيبة أو خبيرة تغذية لكنني شاركت ببعض من خبراتي في الحفاظ على صحتنا الجسدية كأمهات وآباء وصحة أبناءنا أيضا وحاولت أن يضم الفصل الذي يتناول الصحة والتغذية والنوم الكثير من المعلومات التي حصلت عليها من الأطباء المعالجين لي ولأسرتي أو التي تعلمتها من مصادر علمية موثوقة وكتابي هذا لن يجيب على كل الأسئلة التي سترد على عقلي كل قارئ ولن يقدم حلا لكل مشكلة تواجهها كل أم أو يواجهها كل أب لكنه سيحرك المياه الراكدة ويحث بعض العقول على التفكير في مسلمات التربية ومورثات ثقافتنا التي ربما لم تعد صالحة لتربية أطفال اليوم الذين يجيدون تشغيل هواتفنا المحمولة قبل أن يستطيعوا نطق جملة واحدة متكاملة بالنسبة للبعض ربما قد تكون أفكاري واستراتيجياتي التي أدركتها في هذا الكتاب مألوفة وتتوافق مع أفكارهم ومنظوماتهم الأخلاقية وتتلاءم مع ظروفهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وربما لن يوافق البعض على بعض أو كل الأفكار الواردة في هذا الكتاب أو أن يجدوا فيها غرابة أي كان موقفك مما ورد في الكتاب أعطي نفسك الفرصة أن تقرأ وأن تحلل وحتى أن تجرب بنفسك بعض الحلول والاستراتيجيات وكتابي هذا ليس للأب المثالي أو للأم المثالية الذين يطمحان في تربية أطفال مثاليين فأنا من أشد المؤمنين بأننا كبشر لن نصل أبدا لمرتبة الكمال أو المثالية وأن مطاردة هذا الوهم لن تفيد وإنما ستوقعنا في هوة اليأس السحيقة وعلى الصعيد الآخر لا أظن أن هناك في الواقع ذلك الطفل المثالي الذي يتصرف بشكل صحيح في جميع الظروف ويحقق النجاح طوال الوقت ربما استطاع ابني معرفة أسماء الحيوانات وإجراء العمليات الحسابية بسرعة والفوز في مسابقات الكونغ فو لكنه لا يزال لا يجيد بعض المواد العلمية ولا يستطيع لعب كرة القدم ولا يجيد العزف على الكمان أو الرسم بالألوان المائية ربما أجد طفلك التعامل مع أقرانه لكنه يجد في التعامل مع الكبار تحديا كبيرا ربما كانت طفلة جارتك رائعة الجمال تغني ببراعة لكنها تكذب وتخادع بينما أخوها يشبع أطفال العمارة ضربا في كل مرة يلعب معه فالمثالية والكمال مفهومان نادرا ما يذكران في هذا الكتاب في السنوات الأخيرة الماضية بدأت قناة على اليوتيوب لأشارك الآخرين أفكاري وأرائي وقدمت العديد من البرامج في محطات إذاعية وكتبت العديد من المقالات في مجلات ومنشورات متعددة وجعلني نشاطي هذا ألمس عطشا شديدا بين الآباء والأمهات والأزواج والزوجات إلى النصيحة العملية التي لا تستند فقط على النظريات الجامدة التي تزخر بها الكتب لكنها أيضا مترسخة في تجربة شخصية أثمرت نتائج طيبة ومن تعاملي مع الكثير من الرجال والنساء شعرت بارتباك البعض عند تعاملهم مع أبنائهم وحيرتهم بين أن يتعاملوا معهم بسلطوية وشدة أحيانا نسميها بالخطأ حزما وبين التساهل والتسامح معهم إلى حد الإفلات هل أشجع استقلالية ابنتي؟ هل أسمح لطفلي بحرية الإختيار؟ كيف أمنع طفلي من إدمان الموبايل؟ لماذا يصيء طفلي الأدب؟ كيف أتعامل مع ابنتي في مرحلة المراهقة؟ وغيرها الكثير والكثير من الأسئلة التي تلقيتها من آباء وأمهات متعطشين لإيجابات وحلول عملية تمكنهم من القيام بواجبهم تجاه أطفالهم على أتم وجه ورغم أنني في الأصل كتبت هذا الكتاب كأم وأوجه كلامي لكل أم لكنني أعتقد أن الآباء يمكنهم قراءة الكتاب والاستفادة من الأفكار المتضمنة وخاصة أنني قد أوردت الكثير من الأحداث والمواقف التي واجهتني أنا وزوجي وتحدثت عن دوره كأب وما قام به في سبيل دعم ولدينا فمنذ اللحظة الأولى التي قررنا أنا وزوجي ربط حياتينا ببعضهم البعض اتفقنا أننا في شراكة قائمة على التعاون هو في مقعد سائق الحافلة وأنا في مقعد المساعد وبدوننا نحن الاثنين لن تصل الحافلة لوجهتها ولن نحقق الغاية المرجوة فيما بعد شملت هذه الشراكة طفلينا لأننا أدركنا أننا لن نقوم بعمل متكامل ما لم يشعر طفلينا أنهما عضوان في فريق لقد بدأت التعامل مع طفلي كشخصية مستقلة منذ ذلك اليوم الذي عدت فيه من المستشفى وكان علي أن أترجم بكاءه لطلبات ومهام محددة وشاركني زوجي العمل على حل شفرة هذا البكاء والصراخ المستمر وأدركنا أنا وهو بأننا لا نملك الإجابة على جميع الأسئلة ولا نعلم الحل لكل معضلة وأن دائرة نفوذنا وتأثيرنا محدودة وأن نجاحنا يعتمد إلى درجة كبيرة على تعاوننا معا بل وتعاون طفلنا الصغير معنا وأنت تقرأ هذا الكتاب أحب أن أذكرك بأن أطفالنا لن يظلوا أطفالا طيلة العمر ففي يوم ما سيرد عليك ابنك في التليفون وستفاجأ بصوت رجولي عميق أو ستعود يوما للبيت في منتصف الليل بعد حفل زفاف ابنتك لتتأمل سريرها الخالي فالتقت لهم مئات بل آلاف الصور الفوتوغرافية والفيديوهات ولا تتخلف عن حفل من حفلات المدرسة واصنع معهم ذكريات جميلة فكثيرا ما تأتي علي ليال أتوق فيها لصوت ضحكات طفلايا وتذكر أيضا أن أطفالنا مرآتنا كما كنا نحن مرآة آباءنا وأمهاتنا وهذا يفسر لنا لماذا نتحول لنسخ من آبائنا رغم قراراتنا العنترية في الصغر أننا لن نشبههم في الكبر ولكننا نفاجأ بأنفسنا نقول مثل ما قالوا ونتصرف في عدد من المواقف مثل ما تصرفوا واعلم أنه لا يوجد إنسان على وجه الأرض مؤهل تأهيلا كاملا لوظيفة أب أو أم أو كما قال الكاتب جون مدينة كانت المرة الوحيدة التي شعرت فيها أنني مؤهل بأن أكون والدا قبل أن أنجب أطفالا وكتابي هذا ليس عن التربية وفق المنهج الإسلامي لكنني ضمنته بعض التلميحات الدينية وفقا لما أفهمه ويفسره عقلي حسب علمي وتجربتي ولا أحجر أبدا على أي أب أو أم يريدان أن ينتهجان نهجا معينا في تربية أبنائهما لكنني أؤمن أن الاختلافات التعليمية ومستوياتنا الاقتصادية والاجتماعية دورها في تفسيرنا للتعاليم الدينية وتطبيقها في حياتنا أسمعك الآن تتساءل من أنت لتكتبي كتابا عن التربية؟ دعني أقدم لك نفسي أنا مهندسة ميكانيكا من موليد السبعينات تربيت في أسرة من الطبقة المتوسطة لوالدين محبين متعلمين لا يألواني جهدا لتوفير حياة مريحة رغدة لولديهما وابنتهما الوحيدة التي هي أنا وبعد زواجي في سن الرابع والعشرين رزقني الله بطفلين رائعين فوجدتني أمًا وزوجة وموظفة ودارسة وباحثة وابنة وزوجة ابن إلخ وقائمة طويلة من الأدوار التي يجب علي أن أؤديها ببراعة فائقة لكنني في نهاية الأمر أدركت أنني مجرد امرأة تحب بيتها وزوجها وطفليها وتحاول سبر أغوار مياه غير صديقة والمرور عبر أوقات ومواقف صعبة بسلام دون أن تخلق داخل نفوس أطفالها وزوجها وداخلها جراحا لا يداويها الزمن وتحت وطأة إرهاقي قررت أن لا أتظاهر بالقوة والسيطرة على كل كبيرة وصغيرة في حياتنا وأدركت أن الكمال غاية لا تدرك وإنما السعادة الحقيقية هي أن نعيش كل لحظة وأن نكون حاضرين منتبهين مهما كانت صعوبة اللحظة لذلك كتبت هذا الكتاب بعد أن تجاوز ولداي مرحلة المراهقة لأستكشف وأوثق تجربتي في تربية طفلاء تربية يملأها الحب والأمل والتفاؤل وتشجيعهما ليكون شخصيتين سويتين يتمتعان بالاستقلالية والخلق القويم وكما قالت الكاتب الرائع لويزا ماي ألكوت في روايتها نساء صغيرات كان حب أطفالي واحترامهم وثقتهم أجمل مكافأة يمكن أن أحصل عليها لجهودي لكي أكون المرأة التي سيقلدونها فقد شجعني بنايا على كتابة هذا الكتاب وأكد لي أن الدور الذي لعبته في حياتهما والدعم الذي قدمته لهما يختلف عما يسمعانه من أصدقائهما عندما يتحدثون عن علاقتهم بأمهاتهم وآبائهم وأنه يجب علي أن أنقل تجربتي وخبرتي وفلسفتي التربوية إلى الآخرين لتعم الفائدة ويستطيع القراء تربية أطفالهم تربية سليمة بدون زوابع عزيزي القارئ وعزيزتي القارئة أرجو أن تجد هذا الكتاب مفيدا وممتعا في نفس الوقت فعند كتابتي لهذه الصفحات عملت جاهدة على أن أكتب مادة شيقة للقراءة مستندة إلى معلومات مؤكدة وخبرة صادقة ولكم أتمنى أن يزودك هذا الكتاب ببعض المعارف والأفكار والاستراتيجيات والنصائح العملية القابلة للتطبيق لتساعد أبنائك وبناتك للوصول إلى أقصى طموحاتهم في الحياة ومنتهى قدراتهم وآمالهم كما أرجو أن يساعدك الكتاب بما تضمنه على التعامل مع تلك الزوابع التي قد تنشأ في بيوتنا وتملأها رعدا وبرقا وصفيرا وصراخا وتصدع أركان الأسرة بل قد تحدث شرخا يصعب علاجه بين الزوجين وفي النهاية أتمنى لكم قراءة ممتعة حنان عواد